يقول صديق أحمد ما هو حكم من عليه أيام في رمضان الماضي ولم يصم حتى أتاه رمضان الثاني من لم يصم رمضان الماضي أياما فليقضيها الآن في شعبان كما كانت تصنع أمنا عائشة رضي الله عنها ومن أخر القضاء بغير عذر حتى دخل رمضان الذي بعده فيلزمه مع القضاء طعام مسكين عن كل يوم جزاء التأخير وهو ما أفتى به ستة من الصحابة الكرام عبد الله يقول الصيام خمستاشر يوم من شهر شعبان بدعة إذا كان يقصد صيام خمسة عشر يوما من شهر شعبان ليس بدعة بل وعين السنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام في شعبان أما إذا كنت تقصد تخصيص اليوم الخامس عشر من شعبان بالصيام لا بل صم الأيام الثلاثة البيض ثالث عشر ورابع عشر وخامس عشر